موسيقى مبارح كمان كان في حدث آخر من الأهمية بمكان كان فيه الاجتماع الطارق لوزراء الخارجية العرب اللي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة الحقيقة أنه كان فيه كلمات كثيرة أولقيت كان فيه طبعا رفض عام لقرار ترامب حنقول لحضراتكم نص البيان الختامي لضائل يعني الحقيقة أنه صدر في الساعات المتأخرة من مساء أمس لكن تعالوا الأول نسمع جزء من كلمة سيد أحمد أبو الغيط أمين عام جماعة الدول العربية ما تتعرض له مدينة القدس من تهديد لوضعياتها القانونية والتاريخية لا يخص الفلسطينيين وحدهم وإنما العرب جميعا بمسلميهم ومسيحيهم والعالم الإسلامي بالتساعي ولا يسعنا أمام هذه المنعطفات الفاصلة سوى أن نتبنى نهج المصارحة الكاملة وأن نسمي الأشياء بأسمائها إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر الجاري بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها هو قرار مستنكر ومرفوض ولا يمكن تبريره تحت أي زريعة أو بأي منطق إنه قرار خطير في تبعاته سيء في مضمونه وشكله ومقحف بالحقوق العربية ومخالف للقانون الدولي وللقرارات الأممية إنه قرار يدين الدولة التي اتخذتها والإدارة التي مررتها ويضع علامة استفهام حول دورها ومدى التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بل وفي العالم أسره أرجو أن أضع أمام حضراتكم وأمام الرأي العام العربي الذي يتابع بقلق التطورات الأخيرة مجموعة من النقاط التي أراها ذات أهمية أولا أن هذا القرار الأمريكي الذي تحرقه في المقام الأول أغراض داخلية واضحة هو قرار باطل وما يبنى عليه باطل بالضرورة وهو لا يرتب أي آثار على الوضعية القانونية للقدس إذ أن هذه الوضعية ثابتة بفعل قرارات أممية على رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 80 الذي يرفض ضم إسرائيل للمدينة وآخرها القرار 2334 لعام 2016 في ديسمبر الماضي فقط الذي يؤكد على عدم الاعتراف بأي تغيرات تجريها إسرائيل على حدود 67 بغير طريق المفاوضات ووضعية القدس محمية بمبادئ ثابتة في مثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو قيام القوة القائمة بالاحتلال بضم الأراضي التي تقع تحت سيطرتها القدس في نظر القانون الدولي هي أرض محتلة لا سيادة لدولة الاحتلال عليها واعتراف الولايات المتحدة بهذه السيادة ونقلها لسفارتها إلى المدينة لا يغير من هذه الحقيقة شيئا ولا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة وإلا كانت القوة هي التي تصنع الحق وليس الحق فوق القوة كما هو ثابت في كل الشرائع الأخلاقية والأديان السماوية والمبادئ القانونية ثانيا قرار الإدارة الأمريكية هو في جوهره ومضمونه شرعانة للاحتلال واعتراف بجواز فرض الأمر الواقع بالقوة وإهضار للشرعية الدولية ومبادئ العدالة وبالتالي فهو يضع من اتخذه في حال تناقض صارخ مع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي دا كان جزء من كلمة سيد أحمد أبو الغيت أمين عام جماعة الدول العربية في الاجتماع الطارق الذي عقد بالأمس في مقر الجامعة لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة في القاهرة طبعا الحقيقة أنه كلمة مجازة جدا وقال فيها أنه علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها وأنه هذا القرار الأمريكي قرار باطل وبالتالي ما يترطب عليه هو باطل أيضا بالضرورة وأنه هذا القرار بيعد إهضار للشرعية الدولية الحقيقة أنه البيان الختامي زي أقول لحضراتكم كانت جميعا في انتظار البيان الختامي الذي صدر في ساعات متأخرة من أمس أكد البيان الختامي لمجلس جماعة الدول العربية عقب الاجتماع الطارق على مستوى وزراء الخارجية العرب على السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وطلب وزراء الخارجية وخارجية الدول العربية الولايات المتحدة بإلغاء قرار لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والانضمام إلى المجتمع الدولي في مطالبتها بإعادة الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها في يونيو 67 وقالوا أن القرار الأمريكي بشأن القدس يقود جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار وأضاف البيان أن الوزراء يؤكدون رفض القرار الأمريكي وإدانته واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة كان هذا هو نص البيان الختامي الذي صدر من جامعة وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارق بمقر الجامعة العرب